إذن تغييرات مطروحة بالنسبة للاقتصاد البحريني للفترة المقبلة ولكن أبرز هذه التغييرات التي تبدأ بطرحها بالنسبة للحكومة البحرينية تحدث عن طريبة القيمة المضافة ولكن إن عدنا الوراء بالنسبة للأرقاة والاقتصادية الخاصة بالاقتصاد البحريني ناتج محلي الإجمالي بالربع الثاني من هذا العام شهدنا بعض الارتفاع بحدود 5.7% على أساس سنوي كذلك الإجمالي وصل إلى 20.7% الإجمالي غير النفطي كذلك والآخر شهد بعض الارتفاع أعلى أساس سنوي بالنسبة لهذه الارتفاعات بالنسبة للاقتصاد خلال العام الماضي شهد تعثر بسبب جائحة كورونا تراجعات القوية التي شهدناها على أسعار النفط وذلك بالاعتماد الكبير لاقتصاد البحريني على عائدات النفطية تراجعات في قرابة 5.4% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2020 ولكن ما هي آخر التعديلات المقترحة مشروع لتعديل دريبة القيمة المضافة توقيت التعديل المتوقع سيكون مطلع العام المقبل أي في يناير 2022 هذه المناقشة والتعديلات المطروحة مناقشة رفع الدريبة من 5% إلى 10% أي مضاعفة هذه النسبة إلى حدود 10% الآن تم إحالة المشروع أو مشروع القانون للبرلمان البحريني أهداف رفع دريبة القيمة المضافة هي زيادة إرادات الدولة الخاصة بالبحرين وكذلك تقليص العدد في الموازنة التي تسببت فيه تحديدا تدعيات الجائحة والتراجعات الحادة لأسعار النفط وذلك بسبب الاعتماد القوي للاقتصاد على هذه العوائد النفطية بالنسبة لآخر التطورات فيما يخص مهام جديد للوزارة النفط البحرينية نبقى في قطاع النفط وقطاع الطاقة تم إلغاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالنسبة لوزارة النفط البحرينية هي ستتولى هذه المهام فيما يخص التطورات الأخيرة كذلك بالنسبة للوزارة حصلت على كافة احتمادات الهيئة في الميزانية العامة بالنسبة لهيئة الوطنية للنفط والغاز من جهتها تمس درسو كوك في إبريل 2021 بـ 600 مليون دولار وسندات قائمة في حدود مليونين وخمسة ومئاتين وخمسين مليون دولار نتحدث عن هذه الفترة أو فترة إبريل 2021 بالنسبة للمشاريع التي قامت بها البحرين مؤخرا نتحدث عن تطوير مشاريع في التكنولوجيا المالية بعيدا عن قطاع الطاقر بما هذا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد البحريني إطلاق مركز تكنولوجي عالمي خاص مع مجموعة سيتي بانك بشركة مع تمكين في البحرين هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة يقوم بتمويل حكومة البحرين مجلس التنمية الاقتصادية بالنسبة للتوظيف والمتوقع في هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة المؤخرة المستوى التوظيف عند ألف مبرمج خلال العقد المقبل وإضافته إلى الاقتصاد البحريني بفضل هذه الإجراءات التي تقوم بها للحد من تداعيات الجائحة التي جاهدناها خلال العام الماضي ترجمة نانسي قنقر